السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحبا بكم في قناة حليما الفلالي اليوم ان شاء الله سوف نحضر معكم طبق رئيسي بالأرز يجيل ديد بزاف بزاف يعني خليط من التوابيل لكي يعطيوه مضاق مميز وكيستحق التجربة تقوم معايا نشوف مقادر وطريقة تحضير هالطبق نحتاجوا في المكونات الأرز غلاسي أو الأرز الأصفر لكمية اختيارية انا هنا تقريبا زلافة كبيرة ما يعادل 1-400 قرام تقريبا اللي غسلته ورقته في الماء واحد الساعة تقريبا ما يكون سخون شوية باش كيتنفخوا كيساعدنا انه كيطيب بسرعة نردو لكم زلافة باش تشوفوا شحال بالضبط وطبعا كيتنفخوا كيزيد الحجم دياله عندرت هالزلافة الكبيرة منسوحة وانتموا على حساب الرغبات ديالكم وعلى حساب عدد أفراد الأسرة اللي عندكم هنحتاجوا معا كدلك قطاع الدجاج اختياري احتهية والكيميا على حساب الرغبة وكيدو جاجة كاملة او دروغي القطاع قليلة على حساب اللي بغيتو اللي توفر عندكم جوج حبات باصل صغيرة او وحدة كبيرة مشلدة جوج حبات طماطم محكوكة منعقة كبيرة من مركز الطماطم قليل من السمن توابل الدجاج او توابل شوارماء الدجاج لتعطي ديالك المميزة الى ما عندكم او لا تكفرت لكم او لا تكفرت لكم او لا تكفرت لكم او لا تكفرت لكم سوف نزيدوا مع هذه التوابلة سوف ندير شوية ديال الهيل وشوية ديال القرنفن سوف نحتاجه كذلك سوف نسموه اوراق منسيمة الاوراق سيدنا موسى الى ما كانش نعودها بالمعدنوس وكنفضل يكونوا اوراق سيدنا موسى يعني كنعطيكم الحاجة اللي ممكن تعودوها بطبيعة الحال حامض مرقد او مصية نغسلوه من الملحة ونقطعوه القيطة عدقيقة ومنحسن ان نستعملوه خقالي من ضويمة زعفران الحور زعفران الشهر ثوم عود القرفة ونحتاجه في المفتوابل ملح قرفة خرقوم سكنجبير شوية ديال الكامون شوية ديال فولفول الاسود وشوية ديال القزبور يابس مطحون وطبعا زيت زيتون باش نطيبو نقليو المكونات نضعوها في الكوكوت كميلا بأسابيهات قيبا واحد نصف كاس ديال العنبه كميلا بأسابيهات كميلا بأسابيهات كميلا بأسابيهات تشرب لنا مزيان ضيفوا شوية ديال السمن تقريبا واحد للملعقة صغيرة وكيبقى على حسب الضغط كميلا بأسابيهات ليس بأسابيهات يمكنك أن تضيفوا أحدها من أطباق العادية اليومية وكيبسي الكمية منه يعطي ريحة ومدق سوين ملعقة صغيرة تقريبا ديال السكنجبير أو الزنجبيل التوم اللي محكوك وحضر بعض الفصوص متوسطين شوية ديات السودانية او الفلفل حار لحسب توقته هو شوية يعني قليل من القرفة لنا مازل نعود كبير ديال القرفة مع غيطة ويطلق النسمة ديالون قليل من الكوركم او الخرقوم مثل غاندروا دويما او زلادر توزع فرنش عرحته وغيطلق اللون قليل من الفلفل اسود ملح اللي حسب الضوق وناخده بعين الاعتبار مازال غنزيدوا الروز يتشرب حتى هو الملحة ثم غضي نضيفه كذلك القليل من الكامون من كتروش كما تلاحظه كيميالي هي قليلة ملعقة صغيرة قوز برقية بسم الطحون نحاولوا نحركوا هذه المكونات مع بعض عيني الدجاج البصل والتوابل ونخليهم يتقلوا واحد شوية حتى كيتشرب لنا الدجاج مزيان بعد نضيفه باقي المكونات من غير القرص طبعا طماطم او لما تشبح كوكا جوج حبات ملعقة كبيرة ديال طماطم المصبرة ونستمروا في التحرك أوراق سيدنا موسى محمد مسير مقطع أرقيق ممكن استغناء عليه عود ديال القرفة ثم اضميها بضوية موحدة ديال صغير ورين بنكهات سيدة باش يعطينا نكهة ديال الزافران شعراء وبالنسبة للماء فانا ارتديك زلافاء الكبيرة فاندي رجوج زلايف من نفس القدر بماء غليان يعني نغليوه ونسدو عليها ونخليوها الطيب بحساب درجة الحارة اللي بغيتونتوما قيمة واحدة اشتري انطقيقة طبعا الحساب كيب قلت لكم درجة الحارة وقطع الدجاج واشكبر ولا صغر اضميها ونطيبوها مباشرة نقدموه للأرز لا يخصوش عادي يتسخن لذا اضميها تحت بردة تحت قرب الموعدة ديال الوجبة الغداء انا قدمتها صراحة في الغداء وكي ناسي لا يقدوش على هذا الوصفة كي يجبوهم يعني وصفة تليات قيلة شوية في الغداء وهذه يخليوها للعشرة كنحيط الخطاع ديال الدجاج وكندرهم فوحة الصافيحة لغا ندخلها من بعد الفرن نضيفو الأرز ديالنا نحركو واحد شوية ونعودوه نغلقوه ونشعلوه النار ونخليوه اي طيب تقريبا واحد مستاشر دقيقة يعني بنحسبوها بعد ما كتبدال كوكوتك تصفر صافي ونطفو عليه الدجاج كنخلي وحتك يقرب شوية اي طيب الروز ندخلوه للفران يتحمر وخاما عندوش الجلدان كنحيلوه جلدات تماما كندهنوه بشوية ديالس من اولاد الزبدة وندخلو العافية فوق منه حتى كنشوفوه تتحمر اللون ونقدموه مباشرة مع الأرز اللي كيكون طاب وشرب الماء كامل ما تجهدوش عليه الحرارة اللي وها ناقصة باش ما ينشفليكم شو يتحرق وكيف قلت لكم اي طيب نقدموه او خليوا مسدين عليه شوية في الكوكوت ما تفتحوش باش ميدردش ويصعب عليكم تصخنوه وفي حالة ما قاع بردء و بغيتوا تعودوا وتقدموه نزيدوه شوية الماء وعودوه ستو عليه بالكوكوت مرة أخرى وبنفس الطريقة لما تطوروش خصوصا يدرتو كمية ديال الماء قليلة ونضعوه في طبق التقديم ونحاولو نزولو أوراق سيدنا موسا والعود ديال القرفة باش نقدموه بهذا الشكل ونوضعو قطاع ديال الدجاج من فوق والتقديم كي بقى لحسب الدوق والرغبة ديالكم هذا اقتراح بسيط يعني لا وعادي وهذا الشكل النهائي اكيد كي يجي الديد بزيف للرحة ديالوك تتقون عاطية فطار زوينة بزيف زيف زيف كنت منا تشربوه وترضو علي الخبار شكرا جزيلا على المتابعة وعلى التجيع الدائم وإلى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله مع السلام مزان مزان تقضى émie التقضى